لا وساطة عمانية لاستئناف مشاورة السلام مع الانقلابيين هكذا حسم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي الجذل بشأن الأنباء التي تحدثت عن جهود عمانية لاستئناف المحادثات بين الحكومة والانقلابيين والتي نسب بعضها لمصدر في الحكومة اليمنية نفسها الوزير المخلافي ذهب إلى حد وصف أنباء كهذه بأنها فبركات إعلامية رابطت بين ما حدث في صنعاء وزيارته إلى مسقط لكنه أكد استمرار دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وأن العمل من خلال الأمم المتحدة هو طريق الوصول إلى سلام وفقاً للمرجعيات الثلاث يتجاهل الانقلابيون على ما يبدو المساعي الدولية والإقليمية لإحياء جهود السلام ويتجنبون النقاش في أفكار شديدة الحساسية بالنسبة لهم وعلى رأسها المصير المفترض لمدينة وميناء الحديدة أمضى وزير الخارجية ثلاثة أيام في سلطنة عمان قبل عودته إلى الرياض حيث أجر لقاء مع السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولار فيما كانت الأنظار قبل ذلك تتجه إلى جهود السلطنة وإمكانية إعادة الأطراف لمشاورات تبحث في الإجراءات المبدئية التي تشمل فيما تشمل تخلي الانقلابيين عن مدينة وميناء الحديدة سلمياً وتجنبها الحرب لكن الانقلابيين الذين رفضوا اللقاء بالمبعوث الأممي في صنعاء تجنباً لنقاش فكرة كهذه أعادوا الكرة مع سلطنة عمان الطرف الخليجي الذي بقي محايداً إزاء الصراع الدائر في اليمن ويرى المراقبون أن الانقلابيين يحاولون الاستفادة من التطورات الخطيرة التي تشهدها المناطق المحررة وتسببت في إنتاج تحديات جديدة أمام مهمة إعادة السلام في اليمن بإعاز هذه المرة من أطراف في التحالف يبدو أنها تنقل البلاد إلى وضع غير مسبوق من الفوضى والاضطراب عقدة الحديدة يبدو أنها لن تشهد حلحلة قريبة في ظل الإصرار الذي يظهره الانقلابيون لكن أحدث هجوم استهدف ناقلة نفط جنوب باب المندب ربما يمعد النقاش حول ضرورة استعادة الدولة لدورها في الحديدة والساحل الغربي للبلاد